اشتركوا في القناة امريكا واسرائيل تريد ان تقسم بلاد الحرامين الشريفين جزء من ذلك اسقاط حكم اسرة آل سعود رغم ان حكم اسرة آل سعود تعمل بتلب لهم كل شيء ولكن طبعا في النهاية زي ما فعل الانجليز مع الخائن الحسين بن علي الذي اسموه شريف مكة اللي هو قاد الخيانة ضد الخلافة الاسلامية الغطمانية الامر هيتقرر هذه الايام ايضا والصحافة الغربية والامريكية كلها بتنشر خريطة بلاد الحرامين الشريفين وهي مقسم فكيف وطبعا حكم اسرة آل سعود لا يوجد يعني هذا اجبه بالطفل الذي يفتبط بامه بحبل سري لو قطع الحبل السري مات الجنيه والحبل السري امريكا واسرائيل وامريكا واسرائيل بقولك احنا اطعينه وآل سعود لا يريدون ان يكون لهم حبل سري اخر يعني هو مش عاوزين دعم المسلمين في 30 مليون مسلم لا يبحثون عن دعم تركيا المسلمة هم بقولك احنا طبعا امريكا واسرائيل وخلاص زي ما يودونا يودونا يجبونا يجبونا كيف سينتهي حكم اسرة آل سعود لدينا ثلاث سيناريوهات السيناريو الاول قيام ثورة شعبية وهذا السيناريو مستبعد لماذا؟ لانه نجحت عملية التخويف الاعلامية او المخابراتية هتكونوا زي سوريا هتكونوا مثل مصر هتكونوا زي ليبيا يعني القنوات التلفزيونية التي تدرها المخابرات في النهاية نجحت في النهاية تروج ليه شفتوا بقى بشار عملية في الناس بقى شفتوا الناس مش لها تاكل في سوريا شفتوا الناس عندها مجاعات ازاي شفتوا 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 ربيا شفتوا القصف شفتوا التدمير فالآلة الاعلامية التي تدرها المخابرات في النهاية جوستاف لبون بقولك ايه ان اردت انت وسيطر على الجماهير ايه خوفها فخلاص جرت اخويف التلاتين مليون مسلم فيه بلاد الحرامين الشريفين من ثورة لو شرطة يحصل كذا بينما لا تقوم وسائل اعلام بعمليات تقوف مضادة يعني انتوا اذا لم تثوروا سيكون مصركم كمصير العراق العراق ما شايتش ثورة الناس استسلمت لصدام لحد ما تم دمحهم بدون اي ثورة ومصير السوداء مجاعوا حرب اهلية ولم تشهد ثورة اصلا السوداء ومصير اليمن استسلموا لعبدالهد رب منصور واليوم الملاريا والقصف وكذا والجوع والمرض وكذا رغم انهم لم يثوروا على ايه عبدالهدو رب ومنصور يعني انت لديك سلاس دول جار تدميرها بعد حدوث التطورات وسلاس دول تم تدميرها لانها لم تثور اصلا فسواء انت صرت او لم تثور هو التدمير جاي جاي مالوش علاقة حتى في مصر اليوم يعني تعتبر الدنيا ضعيفة جدا واسيبها مستقرة للسيسي الشعب المصري سوف يموت ويباد كما حدث في الصمال جفاف ومجاعة ويبقى طعمية النيل وهتجد الشعب المصري 90 مليون سيقتل منهم 80 مليون عطشا مش لقصف بشاره ولا غيره هيبأ اسوأ مما حدث بشاره وليبيا وكذا كما قلنا في حلقة سابقة ما فيش حاجة اسمها حدث جيد وحدث سيء يعني الانقلاب العسكري حدث سيء ولا جيد ما تقول ليه سيء انه لما حصل انقلاب عسكري في تركيا تحول هذا الحدث الذي نعتبره سيئا الى شيء ايجابي ليه لان هنا القيادة اردوغان وقالات الحكومة استغلت هذا الحدث في النهاية تطهر تختلع جواسيس امريكا من البلد انت في مصر كان عندك طورة وصلتك للحكم حدث ايجابي ولكنك لم تستغله فتحول الحدث الايجابي الى كابوس فاحنا بنستبعد حدود طورة في بلاد الحرامين الشريفين لنتيجة الخوف من الاعلام من مصير سرع لا لما خوفش من مصير اليمن والعراق والسودان الامر الثاني انه الاجهزة المخابرات قوية جدا في السعودية سواء مخابرات السعود او سواء المخابرات الامريكية والفرنسية والاوروبية كل المخابرات النشطة في المنطقة فهي كشف المسلمين يعني انت مثلا معك تليفوك بيرقبوك وبرقبو رسائلك وبرقبو صوتك ويفتحوا بكاميرا يصور لك بيتك ويصور لك مراتك ويصور لك كده فالذي يحادث انه المسلمين اليوم تحت فقس مخابرات شديد وهذا هو سبب فشل طورة سوريا او هي لسه ما فشلتش انما يعني اللي حصل فيها انه في اكتر من 35 جهاز مخابرات او مخابرات 35 دولة شغالة في سوريا دول زي مسلا مش عارف ايه اسبانيا شغالة هناك دول زي هولندا شغالة مخابراتها شغالة في سوريا دول ممكن ما تسمعش عنه تحت منظمات اغاسية لا الهلال اللحمر الصليب اللحمر اللي مش عارف ايه يعني اي مسميات مش عارف جمعية ايه في ايه اطباء ايه وهكذا فهذه الاختراقات الامنة مش هذي الاتغالغل الامنة بيؤدي الي انه يتم قتل قيادات الثورة وضل حصل في حركة احرار الشام الاسلامي لما تم تفجير اجتماع لهم 35 قائد شت يعني بدربة واحدة قتلوا 35 وانا ما عارفش 35 اجتماعوا في مكان ازاي اصلا يعني بيقولهم تعالوا اتلونا المهم ما ضل حصل فبالتالي الحركة تشزت وانتهت وده اللي حصل في قتل علوش اللي هو كان قائد جيش الاسلام في الجنوب في جنوب سوريا وبعده حصل ما حصل في جيش الاسلام والضحف وكده من اللازي قبلغ عن مكان علوش هل النظام السعودي هو اللي بيمقوله عارف تحركات ولا مخابرات روسيا كانت عارفة ومتاركة داريته الله اعلم المهم جزء من المسألة انه لماذا اتوقع انه لن تكون التطورة هي سبب اسقاط حكمة السعود بسبب التغلغ والامن الشديد في المقابل نحن كمسلمين انا بيحدث بصراحة المسلمين القائمين اليوم عندهم القابلية للاختراق والتجسس يعني هو بيرحبه لو حد جاي الجسس اقول له تعالى تفضل رحب رحب فعال الجسس اعزيها بتجي تجسس تبتتجسسي ليه جدع وده حصل معنا في مصر حصل في سوريا حصل في كده يعني احنا بنحب الجواسيس والله العظيم بكلمكم جاد اقول لكم في الطورة المصرية مثلا بتيجي نجد مثلا ايه واحد مثلا رجال بالحمايد عامل ما بحس امن دا ولا رسم تفاجأ انه طالع على قناة من احتى القناوات اللي بتدعي السورية في مصر وكده يا عم دا امن دولة يقول لكم مال ومال وحنا عاوزينه بنصطف معاه فانت يعني لو ما فيش جاسوس احنا نروح نجيبه ولما تقول لهم دا جاسوس يقول لك انت بتشك الصف احنا عاوزين نصطف احنا عاوزين نقطر كذا رغم انهذا تضمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في جيش احد الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين انسحبوا ومتلت الجيش لم يطلب منهم العودة وفي غزوة خيبر لما المنافقون ارادوا الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول رضهم حتى لا تجسسوا عليه وقال لهم احنا مش عاوز لا انتوا شاركوا معنا لا يخرجان معنا انا بقول من الذاكرة الا من شاهد ايه باعة او باعة الرضوان اللي هي صح حداي بها فالرسول صلى الله عليه وسلم تجد انه قدم الجانب الامني على جانب الاكثار من العدد الشيخ حزم ابو اسماعيل له مقول او بيش رح السيرة النبوية بقول الاجتماع القلة على الحق خير من اجتماع الكثرة على البطل واذا المبدأ الذي طبقه الملك عبدالعز قال سعود لما جاء ليفتح الرياض او يحتل الرياض عام 1200 واثنين دخل بكم اربعين رجل بلذلك منعه مسرحية علي بابا والاربعين حرامة في السعودية بسبب كذا لان دولار اربعين ودولار اربعين يعني عشان ما حصلتش ربط فقال لك نمنع المسرحين دخل اربعين ما جايبش جيش عرامرة ليه لانه عارف انه الجيش العرام ده يكتشف فقدم الجانب الامني والمخابراتي والسرية على جانب القفرة والاستعراب بالايه بالقو المهم نحن كمسلمين حاليين بنتعاطف مع الخانر بنتعاطف مع الجواسيس وبندفع عنهم وبنقول يعني اخواتنا في الوطن وبتاع وكلام من هذا القبيل ويجب ان احنا نصطف معاهم ويعني هم عندهم وجهة نظر مخالفة يعني ايه اصبحنا بنرى التجسس وجهة نظر الخيانة وجهة نظر وهكذا عكس ما بيجرى في مسلسل ارتغل بالاضافة الى ان المسلمين في السعودية ليست لديهم جواسيس عند اعداءهم يعني ملهمش جواسيس عند النضاب لما حصل في سوريا المسلمين في سوريا ليس لهم جواسيس داخل الجيش الروسي في موسكو فلولا داهم جواسيس في الجيش الروسي في موسكو فاني اعرفوا ايه امكانات الطائرات الروسية وازاي ممكن يتفاضوا قصف الطائرات الروسية وكذا لكن مفيش فلذلك هنا الثورة عند عدو انت مش مخترقه او عارفه ايه اصراره اللي عنده يعني والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يبدأ حربا الى ما يكون له جواسيس داخل العدو اما يغرسهم او يزرحهم او يجند ناس من جيش العدو من مركز القيادة نفسه او يأسر من جيش العدو ياخد اسراء يسألهم ايه اسرار للعدو بتاعكم واللي انتم كنتوا فيه فاذا الاحتمال الاول احتمال قائم ان تقوم ثورة شعبية تقدر سقوط اسرة ال سعود ولكنه ضعيف لكن قائم الله اعلم حد لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى الاحتمال الثاني لإسقاط حكم اسرة ال سعود ان تندلع صراع داخل الاسرة ال سعود وهذا احتمال اضعف من الاول لماذا لانه لما يحصل صراع دائما الحسم اللي بيحكم هو من يحسم عسكريه يعني ما حسم عسكري يعني محمد بن سلمان لما كان وزير دفاع فحسم بالقوة يعني حسم بالقول عسكرية المسلحة متعب ابن عبدالله الأمير متعب ابن عبدالله ال سعود اللي هو وزير الحرس الوطني مع قوة عسكرية لم يستخدمها حاولوا فشل هو كان خايف جبان تفكيره ضعيف الله اعلم المهمة في الآخر الحكم لمن غلباه وغلبة هنا بتكون غلبة بالقول عسكرية والانتخابات بتكون بعد كده يعني الثورة الفرنسية حسمت عسكريا وبعد كده وتعالى من الانتخابات تم تحديد عسكريا تم تحديد من زي ما حصل في ألمانيا كده هتلر تم هزيمة هتلر والنازية عسكريا وقال لك نعمل الانتخابات انتخابات على قاعدة ما تم حسمه عسكرية انه ما فيش نازية حتى والشعب الألمان عاوز نازية لا ليه لان احنا حسمنا عسكريا بالقوة العسكرية المسلحة وانا ما فيش نازية فمنفعش السندق طمحي ما حددته القوة العسكرية فهذا الاحتمال الثاني انه امراء السعود امراء السعود هم طبعا تربية القصور وفي التكييف والرحلات والنزه والسيارات وكذا وكذا وهؤلاء هل مستعدون انهم يدخلوا في صراع قد يؤدي الى قتلهم امراء السعود اللي كان ايام الملك عبدالعيز السعود وايام ابيه وجده دول كانوا تربية سحارة سحاراء فكانوا مقاتلين بحكم التربية فكانوا في ذلك الوقت القويل كان عندها سات تقاتل وتبطل ملأت في الاسباب متخش في حروب وناس كتيرا تموت وكذا ممكن عشان خناء على جمل خناء على معزة اي حاج فما كانش عندهم الانسان مسل حياته بالنسبة له حاجة مهمة لا كانشرفه مثلا قرنته المغنم اي شيء لكن اليوم لا ده تجدهم احرص الناس على حياة اي حياة فما فيش امير مستعد ان هو يضع رقابته تحت المقصل الاحتمالي الثالث الذي ارجحه هو ان الجيش المجوس جيش ايران يدخل يحتل الرياض ويحتل مكة والمدينة ويعمل السيف ويذبح المسلمين في بلاد الحرامين الشريفين ويختص بالمسلمات وانا بسميهم القرامة الجدد وانا في اعتقادي ان هذا هو الاحتمال الغالب بنسبة 70% الذي سيحدث لعدة اسباب سبب عقائدي انه غضب من ربنا سبحانه وتعالى علينا لان احنا في مصر لما ابتعدنا عن ما نهج ربنا ربنا غضب علينا وحصل امر في سوريا وفي السودان وفي كذا فلما بيغضب ربنا على فبيعذبنا فما حصل في قصة ايه نقط صده صالح هو الذي ايه اللي مين اللي واحد واحد عقر واحد اتل لكن العذاب عما ايه عما الكل خلي بالك ما العذاب ايه لكن العذاب جاء على القرية كلها فهو ده اللي حصل في مصر ما هو السيسي ومجموعة عسكر فازدين مش غالبية الناس ولكن غالبية الناس بسبب ان احنا لا نمتثل لكلام الله سبحانه وتعالى ربنا بيعقبنا كلنا فبالتالي في عقوبة الهية قادمة على مجرف بلاد الحرامين الشريفين ده واحد اتنين بقى السبب المادة الدنياوي انه بلاد الحرامين الشريفين فيها مكة والمدينة مهد الاسلام وكي يتم استقصال الاسلام لابد من هدم الكعبة ونفش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الوهابية قامت بازالة الكم الاكبر من الاقار الاسلامية تلقى انه يزيلوا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويهدموا الكعبة يا ده المخطط يباحنا كده خلصنا الوهابية قامت بجزء واليوم الوهابية بتعلن صراحة ان هي قد حرقة معادية للإسلام و ودي قال الشيخ محدش اتكلم يعني ومفتي السعودية من قال الشيخ بتاع اللي هم قال الشيخ محمد عبدالوهاب من حفيده ولا فتح بقه بكلمة يعني وقال لك جوه غيه تمام فيهمت حاجة حدوها حدوها تقال لك ترجم هو قال المفتي محتاجين وترجم سنخص الحلقة لذلك جمزناه ان شاء الله فالذي حادث انه امريكا والفاتيكان واوروبا والغرب واعرضنا دايما في حلقات سابقة للدكتورة زينة وعبدالعزيز وهم اتكلموا اننا عايزين اننا تستقصر حاجة اسمها اسلام ما عادش في حاجة اسمها اسلام فبالتالي لو الجيش الامريكي دخل بنفسه يهدم الكعبة ودخل بنفسه ينبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هتبقى ايه صليبيين في مواجهة مسلمين والغرب لا يريد ذلك الغرب دائما يدفع بطرف وسيط كي تبدو انها حربا بين المسلمين او هكذا يروجه كما فعل في الحرب العالمية الاولى وكما فعل في الاندلس لما كان بيأتي بالخامة من المسلمين ليحاربوا المدن الاسلامية واسكتونا وده اللحظة في الحرب العالمية الاولى وده اللحظة في الحرب في فلسطين لما المجاهدين في فلسطين منعوا قيام اسرائيل راحت الجوش العربية داخلت الانظمة دي راحت اعتقلت المجاهدين دبح 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 ارمي ارمي وبالاخر اترا حسن البنة مرشد الاخوان المسلمين اللي انه كان ضلح في الحكاية وتلو الضابة احمد عبدالعزيز اللي هو قائد العسكري للمتطوعين او المجاهدين في فلسطين وقال لك بقى استصراع واصل المفاهيم الاسلام واصل جماعة ضالة ولا مش ضالة والافلام دي يعني ايه ان جماعة اللي اخوان ضالة هم يعني اللي قاعدين على السجادة يعني يعني انت فاهم هم اللي قاعدين على السجادة وانا يقول اخوان ضالة انما انتوا قاعدين في الكبرات ورقاصات والخمرات اذا امريكا تفكيرها انا اعتقد ان هذا تفكير الامريكان والماسونية وكذا ان هي تدفع بالجيش الايراني يدخل يغز السعودين تجيب بقى شعب العراء حج الشعبي الجيش الشعب العراء جيش ايران يدخل بقى هجوم من اليمن الشعبي حسين كذا ويدخلوا من مكة ويدبحوا ويعملوا كما حدث في القرامطة من قبل كما فعل القرامطة يهدموا الكعبة ياخذوا الحجر الاسود يعني انا بتالي سيناريو القرامطة ستكرر وهنا امريكا ستدين وتشجب وتعبر عن القلق وبينكم من الليلة مش صحيح هيجوا واحد تاني يقلق معنا والتمو ما لقلق لنا على طول وهذا سيؤدي يقول لك والله دي حرب والمسلمين فمسلمين حملناش دعوة فهتكون هنا ايراني ببل هجوم والعداء ضد مين ضد ايران وبعدين ممكن الاسود يروح استنجده بالجيش الاسرائيلي ايه اسرائيل تحتللها قيبر وممكن تاخد لها المدينة وبقران تاخد لها مكة والرياض وبتاع وهي كده لإيه المسألة قال سعود في الليلة دي ولا في الليلة خالص يعني هاي سعود يقول له ايه امريكا انت عاوز ايه في الاخر كده والله طب ممكن يعني ممكن تخلونا يعني ناخد فيلا مثلا في سويسرا ولا بتاعهم ايش بقيت حياتنا بخالصة الليلة يعني يعني هم ليسوا مستعدين لانه هو زانت اللي عاوز يدافع ويقاتل ده مستعد يموت هل هم مستعدين يموتوا الاجابة واضحة انه لا طيب واح بقولك لا هذا الكلام غير صحيح لانه كيف تسمح امريكا بالتمدد الايراني لا يا سيدي تسمح بالتمدد الايراني وبعد ان تت Yup تجعل الايران التنكرمش مرة اخر كيف هاي هاتخلي ايران تخش تدبح التدبح وتعمل اللي تعمله وبعد ذلك يتقوم راح امريكا ώب تفتح باب الجهاد زي ما حصل في افغانستان وزي ما جارى في سوريا والمخابرات السعودية عامتنا الجيش الاسلام في سوريا اللي هو جيش عن لهش اللي هو اصلا مخابرات السعودية من وراء المخابرات الامريكية ففي الاخر جيش الاسلام يدور من المخابرات السعودية المخابرات الامريكية ويزيك اول ما ترن بجي الحكم جيش الاسلام في سوريا اعمل ايه حال نفسه وقال خلاص ما عندنش هندفع عن هذا ما Гдеكلي ما فيش جيش الاسلام ليه دي تعليمات المخابراتbewاء Drew المخابرات السعودية والمخابرات السعودية لو جيش الاسلام في سوريا فبالتالي امريكا تعمل كدا واذا تخرج ايران او تعمل دويلات شيعية يعني يugu تعمل دولة شيعية هنا دولة شيعية هناك دويلة هنا دولة هناك وهكذا وممكن تحتلب نفسها او تبى دخل كمحرر او كذا كيف نتفاده هذا السيناريو نتفاده هذا السيناريو بناحق لابد ندرس الجيش الايراني ولابد يكون لنا جواسس داخل مركز جدد الجيش الايران ولابد يكون نعرف الاسلحة والتكنولوجيا الموجودة داخل جيش الايران والاسرار العلمية الموجودة داخل الصناعة الايرانية لابد حوادث القرامة الجودة تكرر نعمل كده الامر انا لو ما كان قال سعود وحرس على الدنيا انا لو ما كان قال سعود وحرس على الدنيا مش هقولك بقى الاخرى وكده احسن علاقاتي بتركيا لانه اكبر قوة اسلامية او قوة الاسلامية الوحيدة الموجودة الان تركيا وهذا هو سبب دعمي لتركيا لانه هي القوة الاسلامية القائمة فان سقطت العالم الاسلامي مين قوة تانية موجودة وزيك القوة الاسلامية في تركيا دي بتقف على قدميه نساعدها على الوقوف ولا ننزل فوقها ضرب بقى قول لا لا تانيك يرأدى في الارض هذا هو السؤال فهنا ولذلك انا قلت مفروض ان قال سعود يفراحون جدا بوجود الجيش التركي في قطر لان لما تيجي ايران تهجم على مكة والمدينة وعلى الرياض الجيش التركي هو الذي سينخذ اصلا لكن اللي قال سعود قال له لا ما تخشش كما حدث في الاندال السؤال اللي بيحدث اليوم في مكة والمدينة والرياضة يا جماعة عارفين المعتمد ابن عباد في الاندالس في معركة الزلاقة بتاع القائد المسلم بين الصالبين وبين المسلمين فالمعتمد ابن عباد اللي لم تكن الذاكرة يعني اسمه يعني فهو قال لان ارعى ابن تشافين خيرا من ان ارعى خنازير الصالبيين او الاسباء فاليوم قال سعود هل انتم مستعدين تكونوا حلفاء لتركيا المسلمة قاعد تنقض عرشكم ولا هتنينيكوا تحبوا وتعودوا تدفعوا جزء الامريكان واسرائيل وكذا وفي الاخره هتدفعوا ولان يكون معكم بعد ما فلوسكم تخلص اقول لكم خلاص خدمة كونتات فاصلناكم من الشركة الشغل ما عادش ما يحتاجكم دي المسألة ما انت ذاك انا شايف ان قال سعود لا يعددون مصادر وجوده وده خطر يعني انت عمل على حبل امريكا طب ما تحط حبل تركيا يعني مش بقولك حبل الله لان عاف ان انت يعني اصلا بتحارب الاسلام وكذا فمش حاصل في دماغك الاعتبار الاسلام خالص لكن يمسك حتى في الحبل الدنيا يا اخي اعمل منظر انت مع تركيا بتاع وكذا ليه تقطع الحبل ده انت ممكن تحتاجه طبعا من الخزعبلات الشائعة ان هناك حلف ايراني تركي هذا الكلام خزعبالي 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 تراوج له وسائل الاعلام عشان تقول للمسلم شفت تركيا بتتحلف مع ايران وهذا غير صحيح اللي ده يتابع وسائل الاعلام التركيا في الداخل عكس ما تقول وسائل الاعلام العربية العرب المصابين العرب سيوم التركيا بتتحدث عن مؤامرات ايران على تركيا وعن ازاي ان العراق الشيعية راح تغيرت خطوط النفط من كردستان العراق الى ايران وان ايران بتفرض السمع على الشاحنات التركية وايران بتعمل كذا وكذا والعداء بين تركيا المسلمة وبين ايران المجوسية مستحكم من ايام السلطان سليمان القانوني والسلطان سليمي الاول وغيره لانه كان دايما الشيعة المجوس يتعنى المسلمين في الخلف في تركيا كلما هموا لفتح اوروبا وده موجود في الداكرة التركية بقوة يعني اكتر مما لدينا نحن كمسلمين عرب اذا الخلاصة انما ما فيش مشكلة انه هتلاقي انت سنة شهر العقاد بين تركيا ورامة ممتازة الشهر اللي بعد العقاد زي الزفت فهي المسألة انه تركيا بتناور على امريكا وايران وروسيا وكده وليس التحالف ولا شيء ارجو مشاهدين ان تكون السورة قد وضحت وارجو ان احنا نضع احتياطاتنا ليه السيناريوهات المقبلة ومسلمة ان الامريكان بيعملوا افلام ماذا لو روسيا هجمت وخطفت الرئيس الامريكي نعمل ايه شوف الافلام بتكلم سيناريوهات ماذا لو حدث سجوم نووي نعمل ايه ارجو ان احنا برضو نقعد نتخيل ونعمل ايه ولو ريت والله لو حد بقى عنده يعمل الافلام بس مين اللي بيسر فعالي هنتش بيسر بقى الافلام ارجو مشاهدين ان تكون السورة قد وضحت وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته